حكايتنا نرفض حكاية مختلفة شوية بنحكي عن حد عنده خمسين سنة ابتدى تعبه من عشر سنين اول ما ابتدى ابتدى بتعب في رجله في ايديه الصداع تكسير في ضهره في رجله كل جسمه بيوجعه ابتدى يروح لده كثرة عضم لده كثرة اعصاب لده كثرة قلب مش لاقي حل وبعد كده قال ان انا ممكن يكون معمولي عمل او حاجة خارجية هي اللي عاملة فيها كده فبدأ ان هو راح لمشايخ كتير ففي بعضهم كان بيقوله ان في اعمال معمولي لك ومن وقتها بدأ يحس بحد بيكلمه فمثلا حد بيقوله في عمل معمولك في بطنك اسمه غسان وفي حاجة ربطة رجليك اسمه فرعون وفي حاجة في دمارك اسمها سيلين وبالتالي بدأ من هنا يحس ان هو مش مرتاح فبدأ يروح لدكتور نفسي اما بدأ يروح لدكتور نفسي كان بدأ يتحسن شوية ولكن امن وفضل ما امن ان هي المشكلة بسبب الحاجات اللي معمولاله والاعمال اللي معمولاله فده خلاه يمشي في السكة اكتر لدرجة ان هو وصل ان هو كان بيتضرب ويتعمل في حاجات جريبة جدا من الشيوخ هو ظروف حياته ما كانتش موفقة قوي بالنسبة للحالة بتاعتنا هي يعني هو عنده حاجة منوها لها اطراب الجسدانة هي الاعراض الجسدية الكتيرة متعلقة طبعا بالاكتئاب وبيبقى فيه حساسية زيادة عند هذا الشخص للألم وللوجع والنصائح اللي بنقدمها للناس دي ان احنا ممنوع نروح لدكاترة ممنوع نعمل تحاليل ممنوع نعمل فحوصات نلتزم بدكتور واحد نلتزم بالزيارات اللي مفروض نترحها معاه كمان مهم جدا ان احنا نتكيف مع الوضع نبقى فاهمين ان الاعراض اللي في جسمينا دي سببها خلل كيميائي هو اللي عامل فينا كده دايما الاعراض الجسدية لانه ممكن تبقى موطبطة باعراض اكتئاب واعراض قلق الحمد لله الحكاية اللي احنا بنحكيلكم عليها دي الحمد لله بقى له الوقت سنتين مكمل في شغله وعمل نجاحات كويسة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم معانا وما نتأخرش في طلب النصيحة من الدكتور النفسي دمتم بخير